ليه هذه الانتخابات هي الأكثر تقارباً؟ لأنه في الفترة الأخيرة الحزب الديمقراطي اقترب كثيراً من مبالئ الحزب الجمهوري ما بقى هو الحزب اللي بيعبر عن الأقليات وعن الطبقة العاملة بالصورة واضحة ومازال طبعاً بيعتمد على الأقليات والنقابات المهنية والعملية ولكن في قضايا كثيرة اقترب من الحزب الجمهوري يعني السبب تقارب المبادئ مش استطلاعات الرأي لا المبادئ من ناحية فبقى فيه الفرق بسيط يعني في التلات رئاسات الأخيرة مش بس رئاسة ليه الفرق بسيط هذه المرة فيه سبب آخر أن الرئيس جو بايدن ما قررش لانسحاب إلا في وقت متأخر وكمالا هاريس يعني الناخبين الأمريكيين أو بالذات المجمع الانتخابي رفض أمريكية هيلر كلينتو رغم أنها كانت على المستوى الانتخابي الشعبي ويمكن نشرح النقطة دي بعدين متفوقة على ترامب ولكن ما كانش الرأي العام الأمريكي مهيئ أن تقود الولايات المتحدة الأمريكية امرأة هل تغير هذا الموقف وهل تكون من الأقليات وهل تكون نائبة رئيس يعني ملهاش إنجازات كبيرة على المستوى الاتحادي يعني هو ده اللي خلى الفرق بينهم ضيق جدا ناحية أخرى أن الأحزاب الحزبين لأن فيه مرشحين آخرين لكن طبعا بيبقى لأغراض أخرى أنه ينتقس أصوات من مرشح أو من مرشح آخر أو أنه عاوز يكتسب شهرة أنه ترشح للرياسة بحيث أن تخدمه في أعماله سواء كان محامي أو رجل أعمال أو الأخر الناحية الثانية أنه هو ما فيش قيادات يعني اللي هي تقدر تقول عليها قيادة تليق بالولايات المتحدة الأمريكية كل واحد عليه عيوب ومعاخذ وإحنا شفنا الرئيس ترامب متهم بكم تهمة صحيح ولكن النظام الأمريكي له خصوصيته فمن هنا اتنين مهمش شخصيات برزة فالفرق بينهم ضيق جدا مع الأخذ في الاعتبار حاجة أن دايما في استطلاعات الرأي في ملاحظة دايما تكتب تحت استطلاعات الرأي أن هناك معدل للخطأ بنسبة من 2 إلى 5% إلى جانب اختيار العينة اللي بتم الإجراء الاستفتاء عليها ده بيكون له عامل كبير فهنا يعني الاستطلاعات الرأي دائما يعني بتكون مؤشر ولكن ليس مؤشر دقيق وعلى حسب مصدرها كمان دي نحية تانية الانتخابات الأمريكية من أعقد نظم الانتخابات في العالم لا مسيلة لها وهي شكلها ديمقراطي مغري لكن ما تجي تحقق فيها هتجد أن مثلا في الانتخابات الحالية بيتم انتخاب رئيس وبتم انتخاب تلت عضاء الكونجرس 33 عضو ومجلس النواب 435 عضو وبعض حكام الولايات في تصويت واحد ده على المستوى الشعبي ترجمة نانسي قنقر